أهلا وسهلا بكم ببيت اللبناني بحلقاتنا اليوم بدنا نعمول شربة السلطعون بفيديو سابق حكينا بالتفصيل كيف منسلق السلطعون وشو المطيبات الفينا نحط له وشفنا كيف لازم نشله الزفرة ونصف الماء طبعولته او المرأة ونحط في السفية انا هيدا اللي عملته صفيت الماء اكيد من بعد ما شلت الكراب واحتفظت فيها بالفريزر واكيد فيكم تستعملوها مباشرة هالشربة كتير طيبة وكتير بالدفة وكتير سهلة خلينا نشوف كيفا نعملها اول شي بحث زاد نباتة بالطنجرة ونضيف حبتين توم مدقوين او مفرومين ناعم بحركم مع الزاد بدي انتبه هنا انما احرقون ومن بعدها بدي اضيفة عليهم علبة فطر صغيرة واكيد اسحب بيتو فيكم تستعملو فطر طازة وبرجعة بدفلو كمان عبازيلا ودرة اكيد فيكم تحطو الخضار اللي بتفضلوها ومنقلبهم مع بعض لحد ما يدوبوا انا لانه هولا كلهم كانوا مفرزين عندي من بعد ما يدوبوا بقلبهم شدقتان زيادة اذا انتم منهم مفرزين بس قلبوهم شدقتان بالزيت ومن بعدها بدنا نزيد المرأة يلي احتفظنا فيها من سلق الكراب من بعد ما ضيف المرأة كلها يلي عندي بقلبها مع الخضار وبد انطرها لتغلى بقلبها بدفلها بوار اسود انا لم تتموا بقتل الكراب لانه الماordinيف الميرنه وبس ارجعت غلاق بدي هون اضيف الكرام فرش او كرامة الطبخ تقريبا انا ضفت لتر من كرامة الطبخ بدي حركم وبس يغلو مرة تاني بطفى عنا انا احبا تزد لها قطعة تبدة صغيرة بس لانه كثير بالطيبة وهي طبعا شي اختياري بها الوصفة ومتل ما قلنا لما غليت معي الشوربة مرة تاني طغري طفيت عنا وقدمتها وصفتنا كثير سهلة اليوم بس كثير طيبة وكثير بتدفى وبتغزى ضروري تجربوها لانه ما رح تنضموا ابدا انا قدمتها مع كراب على وجه شقف كراب وطلعت عن جد اكلي كتير طيبة نجالة تكونوا حبيتوا الفيديو لاليوم حطولنا بالكومنت شورا يكون فيه وشو بتحبو تحت رمار تجيه واكيد متل دايما ما تنسوا اللايك والسبسكرايب باي باي موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة